نستعرض مع حضراتكم في البداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من نصف هنبدأ معاكم من القاهرة والتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكتفات المرورية عند رمسيس هتبدأ تقلل حتى ما نوصل لغمرة بالنسبة لكوبري 15 مايو متجه المهندسين عليه كتفات مرورية نسبية أما شارع بور سعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة كمان بتظهر بعض الكتفات المتحركة على كورنيش من المعادي ووصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى الأصل العيني وفيه برضو بعض الكتفات البسيطة بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبنحور النصر حتى المنصة كمان فيه في شارع بسلع قاد وطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات نروح معاكم لمحافظة إلي جيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية باستثناء الكتفات عند النزلات وبخصوص كمان محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكتفات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك كمان شارع فيصل بيشهد كتفات مرورية الكتفات دي بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية ونروح لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندالية وفيه كتفات مرورية عند كبري استنلي وعلى طول الكنيش وفيه كتفات كمان متفوتة عند الإشارات بطول الكنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كتفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كتفات مرورية لكنها متحركة ونكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع كمان هنلاحظ ان فيه كتفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريقة حواليها كتفات مرورية كمان ايضا فيه كتفات في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكتفات المرورية ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة اتمنان على حالة المرور خلاننا نتمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة وبتتوقع هيئة الأرصال الجوية أن يشهد اليوم طقس حار راتب نهارا على أغلب الأنحاء مائل الحرارة راتب ليدا على أغلب الأنحاء ايضا درجة الحرارة في القاهرة النهارد العزمة 36 وأقل درجة حرارة في مطروح 32 وكمان فيه فرص أمطار خفيفة إلى مدوسطة بتكون رعضية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلاية بوشالاتين وأبو سنبل وأسوان اللي العزمة فيها توصل لـ 44 درجة هنتابع مع حضرتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية